إذا كنت تقلب على تسناك يكون خفيف ويكون عامر بروتين وما أردت لك هذا البلاء فيها 80 جرام بروتين والمساوبة بكاتيج تشيز جبنة القريش بها 72 جرام بروتين على كل 450 جرام بكاتيج تشيز ومعلومات على كاتيج تشيز جبنة القريش معروفة بشكل شرق الأوسط وكين أحتفل المغرب عندنا وما أعرف ما يسمونها الصراحة يخرجونها من البن ويزعونها الدهون وكين تبقى جبنة المهم نبدأ الوصفة والدقيق الذي نقوم بها هو كوكونوت فلاور كل 50 جرام تكون فيه 3 جرام بروتين ونحتاج جوج بيضات ونحتاج حليب اللوز وتستطيع تشيزهم مع أي حليب ونبدأ نخلط مقادرنا نخلط جوج بيضات ونبدأ نخلط جبنة جبنة جيدة مع البيض ومن بعد أن نخلطها نخلط مع 3 معلقات دقيق كوكونوت قريبا نقوم بعمل 5 معلقات كبار حليب اللوز ونحن نريد الطريقة لكي نصاب بانكيك وهذا الشكل الذي نقوم بانكيك يديرهم في الصحوات ومعه أوكرانيين أنا عندي رفل ايفرائر لأنها تأتيني سهلة ومعي لدي الوقت بكي ولكن نريكم الطريقة بطيب واحدة في المقلاة ونرى الفرق بالأيرفراير والمقلاة لديهم 10 دقائق و180 دراجة وهذا طيب النص في المقلاة من هذا المقلاة بزيت العود للطياب ونضع البانكيك لنا مقلاة بزيت العودة كما ترى الفرق بين الأيرفراير والمقلاة ترى طياب والحمار وهذا البانكيك لنا نضع لهم لصوص لصوص البانكيك يضعون بطيب والبانان ولصوص الثاني لصوص الثاني يضعون بانان ومانغو وباشن فروت اللي تأتي غسائة تايا من بعد يوجد مكونات اللاصوس ويوجد اللاصوس التي نضع مع البانكيك ثم نضع اللاصوس وكما كتشب وكا تخرج بحلقها موسيقى 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 كما اشتراك البانكيك كاملة 80 غرام بروتي التي تسبب فى كمية كمية عالية تقدر من المساعدة مع أصحابكم لقد أعطوهم كمية بروتي التي يحتاجونها في وجبة إذا أعجبوكم ترجمة الفيديو لايكات ديالكم وخلينا نشوفكم غدا ان شاء الله في كل شي صحي بيس